اشتركوا في القناة وليكن اسمه edge بالشكل ده كده عاوزين نطبع المتغير ده يلا معايا شباب هنستخدم الprintf وركز علشان تراجع معايا على الprintf بتتكتب ازاي هحط هنا الplaceholder في المية دي علشان هطبع integer أو عدد صحيح وهكتب اسم المتغير اللي هطبعه هنا طيب تمام تعالوا نسيف ونشغل كده تمام المتغير الطبع مفيش مشاكل تعالوا بقى نعمل للكلام ده comment كده زي ما تعلمنا ايه بقى اللي احنا عاوزين نعمله دلوقتي عاوزين قيمة المتغير edge اللي هي 23 دي ناخدها من المستخدم مايكونش احنا اللي كتبينها في الكود بالشكل ده فهنعمل ايه اول حاجة هنعرف المتغير عادي بس مش هنديله قيمة اتفقنا ان القيمة هناخدها من المستخدم هاجي بعد كده وهطبع للمستخدم رسالة عن طريق الprintf وهقول له مثلا enter your edge بالشكل ده كده ولاحظ اني ما عملتش هنا backslash in بحيث لما المستخدم يجي يدخل القيمة المؤشر يكون واقف جنب الرسالة دي ماينزلش على سطر جديد وهنشوف الكلام ده دلوقتي ان شاء الله طيب علشان اخد القيمة بقى من المستخدم بعمل ايه بستخدم دلة تانية عندي غير دلة الطباعة اسمها scanf وبتتكتب بالشكل ده كده في المكان ده هنحط في المية دي نظرا لاننا هنستقبل قيمة من النوع integer طيب القيمة اللي هنستقبلها دي هنخزنها في متغير اسمه ايه هنيجي هنا ونكتب اسم المتغير اللي هنخزن فيه القيمة دي اللي هو edge عندنا وبنيجي قبل الاسم ونحط علامة ال end بالشكل ده كده وده بيرمز لعنوان المتغير ده في الزكرة او في الميموري نظرا لانك لما بتاخد قيمة من المستخدم بيكون عاوز يعرف العنوان اللي هيروح عليه علشان يخزن القيمة دي مش مهم تفهم الكلام ده دي الوقتي المهم تعرف الفرق ما بين الprintf والسكانf في الprintf بتكتب اسم المتغير فقط ولكن في الاسكانf بتكتب and قبل اسم المتغير تمام؟ طيب كده المتغير edge هيكون فيه القيمة اللي المستخدم هيدخلها ان شاء الله تعال بقى علشان نطبع هالو عن طريق الprintf زي ما تعلمنا وهنا هنستخدم الback slash n عادي علشان لو جيت اطبح حاجة بعدها طيب تمام تعالوا نشغل ونجرب طيب لاحظ معايا هنا طبع لي اول رسالة اللي هي enter your edge وحاطتلي المؤشر جنب الرسالة نظرا لاني منزلتش على سطر جديد والمؤشر ده معناه انه مستني مني ادخل قيمة دلوقتي بسبب الاسكانf طيب هدخل قيمة ولتكن 23 مثلا واضغط enter هلاقي طبع لي القيمة اللي دخلتها الحمد لله وكلام جميل جدا طيب تعالوا نجرب نشغل تاني وندخل قيم تانية هدخله المرة دي 55 مثلا تمام طبعها برضو مفيش مشاكل طيب انا قلت للمستخدم يدخل عمره طيب لو حبيت اقوله يدخل اسمه واطبعه له برضو هنعمل ايه هنيجي نعمل متغير الاول من نوع كار وبما ان المتغير ده هيكون string او مجموعة حروف مش حرف واحد فهنعمله بالشكل ده كده زي ما تعلمنا وقوله مثلا انه هيكون عباره عن عشر حروف مثلا طبعا انت هنا بتحجز مساحة في الزاكرة مقدرها عشر حروف لكن المستخدم ممكن يدخل اسم يكون اقل من عشر حروف عادي مفيش مشكلة طيب هنطبع رسالة نقوله دخل اسمك وبرضو خد بالك مش هحط باك سلاش ان هنا علشان هنستخدم الاسكان اف بعد الرسالة هعمل عندي اسكان اف علشان استقبل قيمة من المستخدم ولاحظ القيمة دي string فهعمل في المية اس وبعدين هعمل كومة او فصلة واعمل and بعدين اسم المتغير اللي هو name عندنا وطبعا السيمي كولوم اوعى تنساها بعد كل statement طيب خدنا القيمة تعالى نطبعها بقى هنعمل printf عادية زي اللي عملناها برضو فوق طيب تعالوا نسيف ونشغل تاني هيقول لي enter your edge اللي هي اول رسالة خالص طيب ندخله ال edge طبعهولي وقال لي enter your name اللي هي الرسالة دي هدخله اي اسم وليكن احمد مثلا ودوس enter طبعا لنا الاسم هو وكل حاجة تمام يا ريس الحمد لله طيب اتمنى يكون الدرسي مفيد وسهل وعجبكو والى لقاء اخر السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة